وصلت الأزمة السورية إلى محطتها المفصلية التي بدأت فعليا منذ انطلاق عملية تحرير الغوطة من الإرهابيين عقب التقدم الميداني الواسع لسوريا وحلفائها موسكو لا يبدو أنها ستتراجع كل دورها لا بل استعادة دورها الدولي حصل من باب دمشق وهي لن تفرط بالتالي بما تعده أحد أهم إنجازاتها في نادي اللاعبين الكبار لكمات غربية متتالية يوجهها الغرب إلى موسكو فتسددها جميعها من مسرحية الكيميائي إلى التلويح الأمريكي بالتدخل العسكري في سوريا فالعودة إلى الكيميائي من خلال اتهامات بريطانية لروسيا بالمسؤولية عن محاولة اغتيال ضابط سابق في الاستخبارات الروسية بسلاح قيل إنه كيميائي الرد على كل هذه المحاولات لحصار موسكو هو المواجهة فكان إجهاد كل المحاولات الغربية لجر مجلس الأمن إلى استصدار قرار يدين دمشق وتفريغ مؤتمر باريس الدولي بدعوة من إمانوال ماكرون من مضمونه الهادف أساساً إلى شن حملة بديلة ضد سوريا هذا قرار حاسم من موسكو بأن سوريا خط روسي أحمر الخطاب الروسي من الكريملين إلى الخارجية فوزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي الروسي يتحدث أولاً سوريا ومن ثم أي شيء آخر إلى هذه الدرجة سوريا محورية في السياسة الروسية الدولية حتى قضية اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج ربطتها موسكو بالحملة على سوريا ومن خلالها على موسكو نفسها الغرب هذه المرة يتحول كتلة واحدة ضد موسكو صحيح أن الموقف الألماني متميز قليلاً أو أكثر ليونة ولكن هذا لا يعني أن الضغط ليس جماعياً كل هذا التصعيد يحصل عشية الانتخابات الروسية وعقب البروفايل العسكري الذي ألبسه ترامب لفريقه اللصيق فهل اقترب الكباش الدولي العسكري المباشر في سوريا؟ ومن هو المستعد لهذه المغامرة؟ موسكو وبإصرارها على مواجهة أي تصعيد ترمي الكرة في ملعب الغرب إذا كان مستعداً فعلياً للمواجهة المباشرة موسيقى